تخلى للبيان تنفيذ رمايات وعمليات إنزال جوي قامت بها الوحدات المشاركة خلف المجموعات الإرهابية المفترضة إضافة إلى رمايات من قبل وحدات الدفاع الجوي السوري والروسي على أهدف معادية ومشاركة مجموعات من الزورقة الربعية والكسح والضفادع البشرية ومجموعات الدهم والإخلاء ووحدات من القوات الروسية وفي الختم التقى إبراهيم قادة الوحدات والعناصر المشاركة السورية والروسية مؤكداً على أهمية المشاريع والبيانات التي تنفذ بالتعاون مع القوات الروسية شدد على أن القوات المسلحة ماضية في تنفيذ مهامها الوطنية في الدفاع عن كرامة سوريا ووحدة أراضيها وأكد قائد القوات الروسية العاملة في سوريا سيرجي كيسيل على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيشين السوري والروسي في سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر